موسيقى سباح الخير حلقة جديدة من برنامج أخبار سباح اليوم الأربعة 17 شباط وبحلقتنا اليوم بمنطقة كفردبيان أكوام النفايات مطمورة بالثلوش بمستشفى سيدة المعونات حفل إطلاق السجل الصحي وغير من التأرير بالإضافة لمحطة ثقافية مع زميدتنا مريم الحاج وآخر إصدارات الكتب أما ضيوفنا لليوم فهن المخرج جانكلوت بولوس لنحكي معه أكتر عن عمله المسرح الجديد منمات يلي رح يبدأ عرضه على مسرح بابل بعشرة أدار واختصاصية التغذية ميرا حج فرح لنحكي عن التغذية والمفاهيم الخاطئة عند المرأة الحامل أنا مالبداي بأخبار صباح ومثل العادة مع اتصال مباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية أستاذ ويسام عبدالله معنا على الخط مرحبا أهلا صباح الخير كيفك أستاذ ويسام كيفيك مش الحال مش الحال لأي متى مكفية صيفية هلا بعد ما أبلشنا بلا بلا بلشنا اليوم تبلش ها بعد أكتر اليوم طيب يلا فيك تعطينا التفاصيل أنا أكيد نعم بعد أننا عم نقبئ بالحرارة العالية ولا لا أنا قبئت ما عرف إذا أنت بعد لا ما عرفش يعني قبئت بس عطينا تفاصيل اليوم قبئت يعني أنه عم نسأل عم الحرارة طلوع يعني عرفته آه ايه بعد اليوم كمان على ارتفاع ايه اليوم مع 26 الحرارة نعم تفضل نعم الكتلة الهوائية دي فيها عم تضلها نسيطر علينا اليوم طيب سيكون شوية غيوم حيصير في عنا ارتفاع إضافة لدرجات الحرارة طاقصنا بالارتفاع إضافة لدرجات الحرارة وحتقب أكتر كمان شي درجة بتصير شي سبع وعشرين بكرة نعم الجمعة بيستير في عنا هوا شوي قوي بيجيب لنا غبرة بتقدي لها السوق رؤية أحيانا خاصة بالمناطق اللي هي صوب جنوب آآ وكمان حيستير في عنا استقرار لدرجات الحرارة يعني بتوقفها لحد السبع وعشرين بتوقف كحرارة بس ما في شتة لا شتة ما في هلا على إذا بدو سير في شي جمعة خفية بيسير في شي بالشمال أوكي والسبت وأحد أهلا الأحد كأنه في شي السبت ما في شي بس يبدو الأحد كأنه بدو شي خفيف يعني بس ما مش إنه بعدنا ما عم نحكي بشكل فعال جوال يعني ما عم نحكي أوكي أه ما عم نحكي مسلا إنه مثلا إنه مسلا نسيت سمك وشي بيه عرفني سمك عم بينطمد وطالع وموج عالي وموج نازل لا بالمبدأ حلو التأس رغم إنه يمكن مش بوقته بس إنه حلو مقبول ما عم بضنا شوية طمائي نعم بدنا شوية طمائي شكرا لك أستاذ بيسامي عتيك العافية منحكيكم بكرة لمزيد من التفاصيل حول أخبار التأس خصوصة بالويك أند هلأ عنوين الصحف مع جوال بونجور رواح الخير إليك جوال ولكل اللي عم يتابعونا مثل العادة جولة على عنوين الصحف الصادرة لليوم الأربعة 17 شباط بداية جولتنا مع عنوين صحيفة النهار هل تسقط الفيتوات قبل جلسة 2 أذار صفقة النفايات ضائعة بين موسكو وبيروت الحريري يسعى إلى إقناع جميع الأفريقاء بالنزول إلى مجلس النواب شهيب يتحدث عن تطقيق في الوثائق والجميل يهيئ لموقف ضاغط بطرس بطرس غالي رحيل رجل الضل الأول ضمن محلية النهار انتفاء المخرج برج فازيليان عن 90 سنة سوريا أمام اختبار المساعدات اليوم وواشنطن لا تعتزم إرسال قوات برية هولاد وأمير قطر بحثا في مستجدات الأحداث بالمنطقة كتب لليوم سمير اعتلا ضمن افتتاحية النهار ألف عامي هباء ودماء وبختم مع الصورة الرئيسية اللي حملت عنوين شكسبير افتتح البستان وكتب تمام نسا يعود مهرجان البستان وفي أعلى قائمته اسم كوني سحر المسرح على مر العصور بتحفه الخالدة من النهار إلى عنوين صحيفة السفير نصر الله للسعودية وتركيا حذار التورطة في سوريا توقيف خلية للنصرة استهداف الضاحية وطرابلس بسيارتين حرب اتهامات روسية تركية وتقدم الجيش والأكراد واشنطن لأنقرة لا خطط لعملية برية في سوريا ضمن الصفحات الداخلية للسفير حين يستدعى المستقلون لمواجهة المزاج المسيحي هل تمتلك القوات الخطة بي رئاسيا وختم عنوين السفير مشروع التسوية الفرنسي يحط رحاله في اسرائيل نتنياهو ينتقد ولا يرفض ويبارك مبادرة مغربية تابع جولتنا مع عنوين صحيفة الحياة تركيا تخفض توقعات الهجوم البري روسيا تدعم ضم سوريا إلى منظمة الأمن الجماعية ودمستورا يختبر دمشق بإدخال مساعدات إنسانية أحباط مخطط إرهابي يستهدف مهرجان الجندارية الجينادرية رصد موقع إلكتروني في النجف يستهدف الشباب السعودي اتفاق رباعي مشروط لضبط أسعار النفط اجتماع الدوحة لاختباره لإيران نجاة محافظ عدن من محاولة اختيال وختم عنوين الحياة نصر الله يتجاهل دعوة الحريري لانتخاب رئيس من الحياة إلى المستقبل الحريري يضغط رئاسيا فليربح من يربح التغيير والإصلاح يصاعد مسيحيا ومستندات الترحيل قيد التطقيق أوباما لبوتين الحصان الذي تدعمونه غير فعال الملك سلمان وأردوغان لا حل مع الأسد اتفاق لتجميد إنتاج النفط تهدده إيران شيكسبير في افتتاح مهرجان البستان وختم عنوين المستقبل بقلم خير الله خير الله سعد الحريري في مواجهة جمهورية المرشد جولتنا بالتابع مع نوين صحيفة الأنوار نواب يثيرون فضيحة التزوير في وثائق ترحيل النفايات إلى روسيا تأكيد الخلافات بين المستقبل وتكتل عون قوات إماراتية تصل إلى السعودية للمشاركة في مناورات رعد الشمال رحيل بطرس بطرس غالي تركيا تطالب دول التحالف بتدخل بري في سوريا لندن وبريز الغارات الروسية بسوريا قد طرق إلى جرائم حرب وكتب لليوم رفيء خوري ضمن افتتاحية الأنوار أين رئاسة لبنان من حرب سوريا من الأنوار إلى اللواء والعنوى العريض لليوم نصر الله وعون يتجاهلان دعوة الحريري لإنهاء الشغور الرئاسي جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء غدا فضيحة النفايات وملف سميحة وجسر جل الديب الملك سلمان وأردوغان لا حل بوجود الأسد ولوقف قصف المدنيين السعودية وروسيا وقطر وفنزولا تتفق على تجميد انتاج النفط عند مستوى كانون الثاني رحيل الفنان برج فازيليان ووزير الثقافة ينعيه وكتب لليوم فؤاد مطر الشيخ حسن وتصويق النفوذ من اللواء إلى البلد نصر الله حلق في الإقليم والحريري يراهن على حزب الله جدول الحوار وما علاقة المستقبل باستمرار الشغور فضائح الترحيل تابع وصلت رحتكم على روسيا من البلد بنتقل لترجم العنوين صحيحة دديلي ستار الحريري حزب الله يعرق الانتخاب رئيس رئيس الوزراء الأسبق يحذر من أن الانتخابات الرئاسية فقط كفيلة بإعادة لبنان إلى المسار الصحيح نصر الله يؤكد بقاء الحزب في سوريا لحماية الأسد وختيماً السعودية وتركيا تحذران من تفاقم الهجمات الروسية في سوريا أيضاً بترجم العنوي صحيفة لوريون لجور في أزمة النفايات موسكو تعيد بيروت إلى نفاياتها ألي صعب وحلمه الهندي 48 أذار يتفقان على نقطة وحيدة لا انتخابات قريبة وختيماً إضاءة على مهرجان البستان أحلام وموسيقى ليلة شتاء تابع مع نبينا صحيفة الشرق فضيحة النفايات بجلاجل أفلس السيد فتذكر فلسطين هي المقالة بقلم عون الكعكي بالعنوين الأخرى المستقبل برئاسة الحريري لمواجهة الوصاية الجديدة مناورات جوية سعودية تركية مشتركة شراكة القطاعين توفر 200 ألف فرصة عمل جديدة واشنطن لن نرسل قوات إلى سوريا وختاماً تركيا لن ندخل الحرب في سوريا من الشرق إلى الشرق الأوسط مناورات سعودية تركية وروسيا تستبق بخطة هجوم على الرقة بمستورة والمعلم يتفقان على توصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والأمم المتحدة سنختبر التزام دمشق عسيري اليمنيون بحاجة إلى غذاء لأجهزة تشفير محاولة أممية للتنصل من مسؤولية فضيحة المعدات العسكرية في اليمن وزير النفط السعودي بداية مسار قد تتبعه خطوات أخرى لاستقرار السوق أكبر بلدين منتجين للنفط يتفقان على تجميد الانتاج وختم عنوين الشرق الأوسط يعتمد تقنية الخلايا المناعية التائية وأثبت فعليته لدى 94% من المصابين اكتشاف واعد لعلاج السرطان من الشرق الأوسط منتابع مع عنوين صحيفة الأخبار نصر الله فليأتي السعوديون تركيا لنه غامرة في سوريا وختيما برج فازيليان ساحر المسرح اللبناني من الأخبار ختام جولتنا بيكون مع عنوين صحيفة الجمهورية الحريري الحزب يستحمل ولا يعطل أو الحزب يستمهل ولا يعطل 14 أدار في 11 عاما بين زوال الحلم وتحدي الجمع مع هالصورة منكن وصلنا لختام جولتنا على الصحف فصل أول بحلقتنا ومن بعدها مواعيد سقفية وفنية مع جوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر